سهلاً خير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم لأنها محدش عارف طبعاً الظروف هتكون إيه والحالة هنكون عليها إيه في مباراة العودة في داكار بعدها بأربعة أيام لكن في جميع الأحوال أنت بتقابل منتخب ملعار التقيل ومحتاج لكل لعب يكون في أعلى حالته والحقيقة يمكن مع القلق على مستوى الفرقنا المصري وهي بتشارك في مستويتها اللي قدمتها في بطرات أفريقية زاد القلق بشكل كبير جداً مع خروج صلاح مصاباً في مباراة ليفر بول الأخيرة أمام برايتون وعدم مشاركة تريزيجي مع إسطنبول باشاك شهير في مباراته الأخيرة في الدوري واستبعده تماماً من قائمة المباراة سواء كأساسي أو كاحتياطي نظراً لتعرضه لإصابة في الظهر وده الحقيقة يخلنا كلنا قلقانين لكن في البداية أطمنكم بداية على أنه إصابة تريزيجي ومحمد صلاح إن شاء الله مش هتمنحهم من هم يكونوا موجودين وجهزين مع المنتخب في مباراة السنغال هنتكلم على مطش السنغال وبالتأكيد طبعاً تحضيرات والسعادات الأهلي لمواجهة المريخ يوم الجمعة اللي جاي خلونا نبدأ حلقتنا وخليني أقول لكم كمان نهاردة يكون معنا واحد من عمالقة الميلان نجم كبير جداً في الكرة الإيطالية في ليبو جالي واحد من النجوم اللي حققت مع الميلان ثلاث بطولات دوري أبطال خدوا بالكم الميلان مازال رغم بتعادل سنوات طويلة جداً مش بس عن البطولات الأوروبية لكن حتى على البطولات المحلية في إيطاليا مازال صاحب تاني أعلى رقم قياسي بعد ريال مدريد في تحقيقه للقب دوري الأبطال برصيد سبع وبالتالي بتتكلم على فريق كبير وتاريخ كبير جداً خليني أبدأ حلقة النهاردة مع حضراتكم بأهم الأخبار والعنوين والبداية مع سانداونز سانداونز يؤكد على احترامه للأهلي ويوضح حقيقة ما تعرضت له وحفلة الفريق والأهلي يدرس دخول معسكر مغلق 48 ساعة قبل مواجهة المريخ السوداني والمريخ السوداني يعلن في بيان رسمي هروب مدربه قبل مواجهة الأهلي منتخب مصر إصابة تريزيجي في الظهر وجاهز لمبارتي السنغالي وأسأل إسبانية ثلاث أسباب وراء اهتمام باشلونة بضم صلاح من ليفربول طيب خلينا نبدأ الحقيقة مع موقف سانداونز وأنا يمكن في نهاية حلقة مبارح كنت أتكلم مع حضراتكم على أنه صدر بين رسمي من سانداونز أنه بيجري تحقيقات فيما يتعلق بواقع تأخر وصول أوتوبيس النادي الأهلي لملعب المباراة والأهلي كانت تقدم بشكوى رسمية النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تلقى بالفعل خطاب من توبي موتيبي رئيس نادي سانداونز بيتكلم فيه أو بيوضح فيه حقيقة ما تعرضت لي حفلة النادي الأهلي وهي في طريقها لملعب المباراة وقال في الخطاب أنه تأخر وصول حفلة فريق النادي الأهلي كان بسبب زحام مروري على الطريق المؤدي لملعب المباراة اللي هو الاف ام بي وده اللي خلى يمكن جماهير سانداونز تختلط بحفلة فريق النادي الأهلي وده اللي أدى لتأخر وصول الحفلة وإنه في نفس الخطاب أكد أنه سانداونز بيلتزم دائما بمعاملة النادي الأهلي بكل الاحترام والموادة التي يستحقها بل كمان ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية اللي بتربطه بالنادي الأهلي وبيعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بالشكل اللي يخدم مصلحة الناديين والكرة الأفريقية وضاف أنه بيتمنى كل الخير للنادي الأهلي والرئيس وكل المنتمين ليه يعني طبعا أنا يمكن من خلال طبعا في حاجات كتيرة جدا تاريخية بتأكد على دي ثقافة وأعتقد أنه جنوب أفريقيا ما حصلش منها بأي شكل من الأشكال في أي مواجهة جامعة النادي الأهلي يبقى أبطالها الأهلي لعب مع أورلاندو بايرتز لعب مع سانداونز في مناسبات كتيرة جدا لعب مع كازا تشيفز والحقيقة في كل المواجهات دي تشعر أنه فيه علاقات ويد ومع سانداونز تحديدا ورغم المنافسة الكبيرة اللي بتنجمع بين الناديين في كل البطولات الأفريقية أو في كل النسخ اللي سبق وتقابلوا فيها وهي نسخ كتيرة جدا بالمناسبة يعني يعتبر يمكن سانداونز تقريبا هو أكتر نادي جنوب أفريقي واجهه النادي الأهلي في بطولات أفريقيا لكن رغم كده دايما بتشعر بأنه رغم المنافسة الشرسة أنه العلاقات طيبة جدا بين الناديين وحتى ده ظهر والترجم بشكل كبير جدا فيه وجود بيتسو موسيمانيا على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي ومش جنوب أفريقيا قلت أن في دول من الواردين السيناريو ده يبقى متعمد فيها وفي دول بتتعمد يمكن أنه مع استضافتها الفرق معينة أنها ما تراحهمش أنها تتعبهم أنها تضيقهم ممكن على مستوى الجمهور بيحصل ده الجمهور بشكل غير مباشر أو حتى في بعض إدارات الأندية ممكن تلجأ للأسلوب ده وهي بتواجه فرق كبيرة جدا مش بس الأهلي لكن ده مش ثقافة جنوب أفريقيا وأنا سبعدت السيناريو ده وده اللي أكده طبعا التواصل الرسمي بين رئيس نادي سانداونز وبين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من خلال الخطاب اللي أنا عرضته على حضراتكم نروح لمنتخب مصر والحقيقة يمكن إحنا طبعا تريزي جي اللي كنا مستبشرين خير مش بس بانتقاله لتركيا أنا مكنتش حابب يعني أنه يسيب الدوري الإنجليزي وهيرجع لتركيا لكن طبعا كان بعد إصابة طويلة وغياب طويل كان صعب ياخد فرصة في الدوري الإنجليزي ومن هنا كانت انتقاله لإسطنبول باشاك شهير اللي الحقيقة بداياته معاه كانت مبشرة جدا وقالت أنه تريزي جي قادر على أنه يعود لمستوى ويقدم مرضوط فني جاية جدا وده طبعا يفيدنا كمنتخب مصر في مواجهة للسنغال لكن الحقيقة غيابه في المباراة الأخيرة كان علامة استفهام كبيرة جدا وكان مصدر قلق بالذات لمسؤولي المنتخب الوطني اللي قالوا وأكدوا الحقيقة أنه إصابته في الضهر مش هتمنعه من المشاركة مع منتخب مصر أمام السنغال وأنه هيكون موجود في مباراة فريقه اللي جاية في الدوري التركي هيلعب مع إسطنبول باشاك شهير مواجهة قبل ما ينضم إن شاء الله لمنتخب مصر أعتقد يوم 20 أو 21 عشان يكون جاهز إن شاء الله لمباراة القاهرة اللي هتتلعب يوم 25 ونفس الأمر أيضا ينطبق على محمد صلاح نقول لحضراتكم إصابة صلاح أنت باعت معظم موسائل إعلام الإنجليزية اللي اهتمت بالموضوع ده وصلاتت عليه الدو بما أنه طبعا صلاح هو أهم قوة ضربة في المنتخب الوطني في مواجهة القاهرة هنا فالحمد لله صلاح عنده كادمة بسيطة ومخرجش نتيجة عدم قدرته على تحمل الألم بقد مكان فكرة أنه اللي اتمئنان عليه وخصوصا أنه نتيجة المباراة كانت تقريبا شبه محصومة وبالتالي إن شاء الله بطمن حضراتكم صلاح وتريزي جي ومعهم مارموش مارموش طبعا رجع يشارك مع شتوتجرت مرة تانية يمكن ما يكونش سجل أو ما ظهرش بالمستوى اللي كان عليه قبل الغياب لكن في جميع الأحوال هو جاهز وهيكون تحت أمر الجهاز الفني لمنتخب مصر في مباراة للسنغال مصطفى محمد نفس الحكاية يمكن شارك مع جلاتا سراي في بطولة اليوروبا ليج ما سجلتش والمباراة انتهت بالتعادل لعب 67 دقيقة لكن كانت مشاركة قوية فمعظم المحترفين إن شاء الله هيكونوا جاهزين بشكل كبير جدا ونتمنى إن شاء الله الأيام اللي جاية ما تحملش لينا أي خبر سيء فيما تعلق بمحترفيننا الأجانب وبمناسبة صلاح ويمكن أنا كنت اتكلمت مع حضراتكم هنا من حوالي 4 أو 5 أيام في السادسة إنه فيه اهتمام كبير جدا من إدارة البارسة بانتداب المصري الدولي محمد صلاح لصفوفها في المركاتو الصيف اللي جاي صحيفة آس أكدت الكلام ده وكشفت الحقيقة عن أسباب اهتمام نادي بارشلونة ورئيسه طبعا خوان لا بورتا بضم جناحه قائد منتخب مصر والفريق الأول لكورة القدم بنادي ليفربول محمد صلاح لخط هجوم البارسة وقلت لحضراتكم إنه المفاوضات التي تم الإعلان عن توقفها في الفترة الأخيرة مش هقول فشالها إنه من الوارد إنه يكون فيه جديد لكن خلينا نقول إنه المفاوضات مش مشية في المصار الصحيح بالنسبة للتجديد تجديد صلاح مع ليفربول ومن هنا شاف البارسة إنها فرصة جيدة جدا وخصوصا في ظل صعوبة الاتفاق مع إيرلينج هالند مهاجم دورتموند إيرلينج هالند بالنسبة للبارسة كان الخيار الأول مهاجم صريح قادر على إنه يعمل نقلة نوعية لهجوم البارسة لكن أنا قلت لحضراتكم إيرلينج هالند أعلنها بصراحة إنه وجهته اللي جاية هتكون المانسيتي في حال ما إذا ترك دورتموند هيكون فريقه المفضل أو الوجهة المفضلة بالنسبة له هو الانتقال للعبة مع بيب جوارديولا في منشستر سيتي كمان من ناحية تانية إدارة البارسة شايفة إنه صلاح هو الصفقة الأنسب من ناحية المادية لأنه طبعا بيتكلم على إنه متبقي ليه عقد في عقده مع ليفر بول سنة واحدة بس فبالتالي بيتكلموا على إنه الصفقة ممكن تتم في حدود من 60 ل70 مليون يورو كمقابل مادي لليفر بول وفي نفس الوقت يده لصلاح 100 مليون يورو كراتب سنوي على مدار أربع مواسم وبالتالي الأقرب من وجهة نظر أو الأكتر منطقية من وجهة نظر إدارة البارسة في التوقيت الحالي هو صلاح أكتر من إيرلينج هالند هل ليفر بول هيسمح بده؟ وهل ممكن بعد عرض البارسة يكون فيه تطور في مفضات ليفر بول مع صلاح؟ ده اللي هيبان طبعا فيه الأيام اللي جاي طيب هنتكلم طبعا على الميلان وهنتكلم على نسخة مسيرة جدا من الكالشو في الموسم الحالي منافسة قوية جدا بين الإنتر وبين الميلان اللي بينفرد بصدارة بعد فوز أخير على إيمبولي هنتكلم على فرص الأندية وعودة الأندية الإيطالية لمنصات التتويق في بطولات أوروبا وخصوصا أنه اليوفي هو الممثل الوحيد الباقي في بطولة الشامبينز ليج هيكون ضفنا واحد من نجوم الميلان في عصره الدهبي حقق مع الميلان في الفترة دي ثلاث ألقاب لدوري الأبطال في ليبو جال هيكون ضفنا في أساديسة بس بعد الفاصل بداية من الأرسنل وصورا لليوفي كل الأندية الكبيرة الحقيقة بتعاني ماليا نتكلم على يوفينتس واحد من أكبر الأندية الإيطالية والمطالب دايما بتحقيق البطولات والمطالب دايما بسكواد على أعلى مستوى بيخسر سنويا حوالي 113 مليون يورو وده أثر بشكل كبير وخصوصا على الكرة الإيطالية وعلى الأندية الإيطالية اللي كانت دايما بتنافس الإنتر كان حاضر على منصات التتويج اليوفي كان حاضر الميلان كان حاضر كل الأندية دي كانت حاضرة وبتنافس وإذا ما كانتش بتحقيق لقب كنت على الأقل بتشوفها في مباراة نهاية يمكن كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة AC ميلان تحديدا هو تاني أكتر الأندية الأوروبية يمكن الجيل ده ما يعرفش اللي العلومة دي أو ما عاش أو ما شافش يعني إيه AC ميلان بنجوم الكبار سيدورف، تشفتشانكو، إنزاجي، نستا، بيرلو وغيرهم وغير ديدا طبعا الحرس المارمى البرازيلي مالديني، أمبروزيني وغيرهم نجوم كثير جدا كانوا دايما دايما حاضرين في منصات التتويج وهم تاني أكبر الأندية الأوروبية تحقيقا للقب بطولة تشامبينز ليج بعد مين؟ بعد الريال يعني سبقين البرسا، سبقين البايرن، سبقين اليونيتد، سبقين الستي وتشيلسي، وقول زيمنتع، والبي أش جي كل الأندية دي في الترتيب وراء الميلان لكن إيه اللي حصل؟ ده اللي هنسأله طبعا لفليبو جالي واحد من أساطير الكرة في ميلان الإيطالي وبالمناسبة اشتغل لفترة طويلة كمساعد مدرب مع المدرب الكبير طبعا كارلو أنشيلوتي بداية طبعا شكرا لك على وجودك معنا على شاشة الأهلي وظهورك معنا في السادسة شكرا شكرا لكم مساء الخير على الجميع وشرف لي الزهور على شاشة كناة الأهلي ثاني أكثر اللي عنديها تتويجا بالبطولات الكرية في العالم الأهلي الذي خطف اللقب من الميلان هذا ليس سهلا علينا لكن الأهلي كفريق وكإدارة فاز بالعديد من البطولات المحلية والبطولات الأفريقية الأهلي دائما فريق مستوى عالي وأعلى من أي فريق داخل الوطن العربي وأفريقيا ولهذا دائما ما يتوج بالبطولات وأنا زي ما بعش الأهلي في فترة من الفترات كنت من أشد عشاء الميلان الإيطالي الحقيقة اللي كان بيقدم كرة ممتعة وكان دائما عنده القدرة على حسم الألقاب والبطولات خليني أهنيك بداية طبعا على عودة الميلان لنسخة شبيهة من نسخة الميلان في بداية الألفية السندي منافس قوي على بطولة الكالشو الإيطالي وحالين هو متصدر البطولة أو جدول الترتيب بعد الفوز الأخير على إمبولي إزاي شايف فرص الميلان السندي في تحقيق لقب البطولة المحلية بالنسبة لي نسخة الميلان هذا العام نسخة رائعة أنا سعيد بتعادل الإنتر بالأمس في تورينو وهذه تعد نقطة إيجابية للميلان حتى لو فاز الإنتر في مباراته المؤجلة قد يتصدر الميلان بنقطة وحيدة وهذه المباراة أعطت راحة كبيرة لفريق استفانو بيولي والرسونير لكن هناك تسع مباريات همين جدا إذا كان على الميلان واستفانو بيولي أن يفوز يجب أن يفوز بهم جميعا وأن يتجنب المفاجآت عشاء الميلان في العالم كله وأعتقد أنه ميلان بيتبتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم في انتظار عودته للمشهد الأوروبي مرة تانية كنت لسه يمكن بنعرض بعض التفاصيل عن خسارة نادي كبير في إيطاليا نادي اليوفي السنوية لقدرت بحوالي 113 مليون يورو وأعتقد أنه معظم الأندال إيطالية بتعاني ماليا نتيجة تراجع عادات البس الفضائي وتراجع عادات الحضور الجماهيري زي شايف الميلان بشكل خاص والكرة الإيطالية بشكل عام ممكن تتخطى المشكلة دي عشان تقدر ترجع مرة تانية المنافسة على الألقاب الأوروبية الآن نحن في حالة اقتصادية رائعة فاولو مالديني والفريق والإدارة أنفقت العديد من الأموال لاست بالكثير ولكن أنفقت من أجل جلب أهم اللاعبين ومن أجل أن نقوم ببناء فريق قادر على التطويق بالبطولات إذا فوزنا بالدور الإيطالي هذا العام سيكون إنجاز لإدارة الميلان وسنعود لدور الأبطال العام القادم كمنا بعمل تشامبيوز ليج هذا العام رائع جدا ولكن الظروف ودعني أقول التحكيم ظلم الرسونيري في المباراة الأخيرة هل شايف أن الميلان مع عودته للمشهد الأوروبي في حالة تحقيق لقب الكالتشو قادر على منافسة عملقة أوروبا وتحقيق لقب؟ دعني أكون صريحة معك هذا سيكون صعب جدا لأن هناك ريال مدريد هناك ليفر بول هناك السيتي باريس جرمان الذي فشل في تحقيق اللقب الأوروبي برغم كل ما لديه من أموال ولديه من نعبين الباير موجود بكوة هذا صعب ليس أن الميلان يكون باطل إيطاليا كد ينافس على دور أبطال أوروبا لكن نحن نستمتع بموسيكة الشامبيونز التي تدوي في سانسيرو وهذا بالنسبة لنا الأهم وأريد من جمهير الميلان في الوطن العربي من خلال قناة الأهلي أن تنتظر وأن تهدأ خطوة خطوة سيعود الميلان إلى الواجهة خليلني أسألك على فرص النسخة الحالية من شامبيونز ليج مين الأندية الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظرك وإزاي شايف فرص اليوفي الممثل الوحيد طبعا بعد خروج الإنتر أمام الليفر بول إزاي شايف فرص اليوفي في تحقيق اللقب دعني أتحدث الأول عن الإنتر لأن الإنتر هو أقرب منافس ليه وأنا سعيد كما قلت بالتعادل بالأمس بتعصره بالأمس في تورينو ولكن يبقى الإنتر فريق صعب المنال نابولي أيضا هناك فرق سلاس نقات بين الميلان ونابولي لكن دعني أكون صريح أنا أعتقد أن الميلان قد يفوز بالدور الإيطالي ولكن منافسنا الأقوى هو الإنتر ثم يأتي بعده نابولي خليني كبك على فرص اليوفي في بطولة الشامبيونز ليج هل شايف أنه اليوفي عنده حظوظ لتحقيق اللقب السنادي أو أترى أنه بعيده من الأقرب من وجهة نظرك بالنسبة للقب الشامبيونز ليج الموسم الحالي لايوفي بدأ بطولة الدور الإيطالي بطريقة صعبة بطريقة أغزالة جميع الشاكل بيانكونيري في العالم كله ولكن ماسيميليانو أليجري بدأ في العودة أمامه مباراة صعبة أمام فيا ريال الأربعاء القادم برغم أن المباراة تلعب في إيطاليا في اليوفي أرينا لكن أن يفوز اليوفي بدور أبطال أوروبا سيكون صعب جدا هناك الريال وهناك السيتي وليفر بول والباير صدقني صعب جدا على اليوفي أن يفوز بدور الأبطال في ظل هؤلاء مين الفريق الأبرز من وجهة نظرك؟ مين المرشح بقوة للقب الموسم الحالي بعد خروج طبعا مفاجئة البي أزيوي؟ همين يسألك كمان طبعا على الدور اللي أم بي عن شلوتي طبعا وأنت اشتغلت معاه لفترة في مواجهة البي أجي عكس كل التوقعات الآن البي أجي سيتأهل على حساب الريال لكنه نجح في الحياة في ريمونتادا أعتقد أنه ليس سننسى الفترة طويلة في النسبة لي صعب أن نتحدث عن بطل دور أبطال أوروبا ولكن أتمنى أمنيتي أن يفوز ريال مدريد من أجل كارلان شلوتي صديقة العزيز لكن ليفربول يبقى قريب جدا كد يفوز بدور الأبطال هذا يعتبر مرشح قوي بالنسبة لي لأن اليوفي خبرة لكن إذا ما تحدثنا عن الورق وتحدثنا عن المنطق وتحدثنا عن المتعة التي يقدمها فريق فقرة القدم في العالم يبقى مانشستر سيتي أقوى المرشحين للفوز لأن السيتي يقدموا كرة عظيمة مع جوارديولا بالنسبة لي أقول لك مانشستر سيتي ليفربول ريال مدريد مؤهلين للشامبيونز بالنسبة لي أحقيك على الاختيار ده وخليني أسألك طبعا على بيتهالي واحد من أهم أسباب عودة الروح وعودة المستوى المتميز للميلا في الفترة الأخيرة وهو طبعا السويدي الدولي زلاطان إبراهاموبيتش الكلام على استمراره من عدمه الكلام على أنه ده الموسم الأخير لي مع الميلا صفقة جيرو اللي كتير قالوا أنه الصفقة دي كان هدفها التمهيد للرحيل إبرا إزاي شايف دور إبراهاموبيتش مع الميلا وقدرته على الاستمرار لموسم قادم بالنسبة لي زلاطان إبراهاموبيتش إذا كنت موجود في إدارة الميلا سأقوم بتجديد عام قادم إضافي لزلاطان إبراهاموبيتش إبراهاموبيتش له دور عظيم داخل الملعب وخارج الملعب والدور الأعظم الذي يلعبه إزلاطان إبراهاموبيتش هو الذي يلعبه في غرفة خلع الملابس في هذه الأيام لأن إزلاطان إبراهاموبيتش يقدم أداء عظيم يكتمع مع زملائه دائما قبل التدريب واستفانو بيولي يسمح له بالحديث أثناء الاستراحة مع اللاعبين من أجل حس اللاعبين لأن لديه روح ولديه عظيمة لن نجدها في أي لعب مثل إبراهاموبيتش وبمناسبة الكلام على إبرا لازم أسألك عن جان لويدي دوناروما طبعا حارس الميلان السابق حارس الدولة الإيطالية اللي انتقل للبي أجي وتصريح يمكن رفيق عمرك يعني أريجو ساكي أنه دوناروما باع إيسي ميلان من أجل حفنة أموال ولم يحقق ولن يحقق أي شيء مع بي أجي وده اللي يمكن نتحقق بعد أيام بسيطة جدا من تصريحه بخروجه طبعا من بطول الدوري الأبطال بخطأ يمكن كان هو المتسبب فيه واتهامات من بعض العضاء فريق البي أجي لدوناروما أنه كان سبب رئيسي فيه الخروج بكل احترافية يجب أن أحترم اختيار جلويت جدوناروما هو لاعب شاب حارس مرمى كبير واختار طريقه واختار ما سيره قد يكون قد أخطأ لكن الجماهير أكثر عاطفية من المسؤولين واللاعبون دائما ما يفكرون في مستقبلهم الشخصي أكثر من تفكيرهم في النادي والمشجعين لكن دعني أتحدث عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه دوناروما في الهدف الأول لريال مدريد في مباراة الشامبيوز ليج كانت أمصية صعبة على دوناروما كان السبب الرئيسي في خروج بي اس جي ولكن هذه أشياء تحدث فقرات القدم يهمني كمان أخذ رأيك في محمد صلاح النجم المصري المتقلخ مع ليفر بول رأيك في المستوى اللي بيقدمه رأيك في تطوره عن الفترة اللي لاعب فيها في الدوري الإيطالي سواء مع فيرونتينا أو مع إي اس روما وشايف إزاي فرص صلاح في أن يكون الأفضل على مستوى العالم صلاح عندما كان في إيطاليا كانت هناك بعض الصعوبات لأنه جاء من تشيلسي جاء إلى فيرونتينا يريد أن يثبت نفسه إلى العالم ويثبت نفسه إلى مورينيو ويثبت نفسه إلى كل من شككوا في إمكانيات محمد صلاح قدومه إلى فيرونتينا كان محل شك كبير لكن أثبت للجميع أنه يستحق المكان الذي وصل إليها الآن لأن صلاح قام بصنع أشياء كثيرة في إيطاليا في فيرونتينا في روما لعب مع لعبين عزماء سجل في جلويجي بوفون في اليوفي ستيديوم سجل في نابولي سجل في العديد من الفرق الكبيرة ولهذا صلاح لعب عظيم مع أو ضد رحيله من ليفر بول أو بقاءه واستمراره مع لعبي ليفر بول أو قبول العروض المقدمة ليه خصوصا طبعا أبرزها عرض بارشلونة أو لك إذا أخذت أنا القرار أتمنى أن أقلبه إلى البارما لأن نعمل في بارما وأتمنى لكن ليس لدينا أموال صلاح ولكن القرار لصلاح يجب أن يحدد صلاح مصيره والشيء الهام من خلال هذا الحديث إذا كان صلاح يسمع هذا الحديث يجب أن يفكر جيدا الجميع في ليفر بول يعشكون محمد صلاح ومن خلال ليفر بول وصل إلى منصات التدويج هل سيصل إلى هذه المنصة إذا منتقل إلى نادي آخر يجب أن يعلم هذا بما أنك كلمت عن الأموال يبقى لازم أكلمك عن التجديد لبوفون طبعا حارس الدولي العملاق واحد من أشهر الأسماء في تاريخ الكرة العالمية كلها وتمديد التعاقد معنا لغاية 20-24 كان اختيار لإدارة بارما تتحدث عن أسطورة لن تتكرر في تاريخ إيطاليا تاريخه يستحق ذلك ميسينتي يولا سينتو طيب أشكر طبعا النجم الكبير فليب بوغالي نجم الميلان في عصره بالزهبي على وجوده معنا وزوره معنا على الشاشة الأهلي ونتمنى كل التوفيق للميلان لأنه الحقيقة فيه جيل كتير من المصريين اللي كانوا بيتابعوا الدوريات الأوروبية وخصوصا الكالتشو الإيطالي في الوقت اللي كان فيه أهم بطولة على المستوى العالم كانوا بيعشقوا طبعا الميلان نتمنى أن يرجع مرة تانية وينافس والكل الأندية الإيطالية الحقيقة لأنها بتقدم كرة دايما ممتعة نروح حضراتكم من إيطاليا لألمانيا مجموعة من المطشط ألمانيا وهولندا والبرتغال والبداية مع لايبزج الحقيقة الصحق فريق جروثير فورث بنتيجة ستة واحد في الدوري الألماني طبعا مباراة فيها عدد كبير جدا من الأهداف سيطر عليها من بدايتها لنهيتها فريق لايبزج رغم الحقيقة أنه تلقى هدف مبكر في بداية المباراة زي ما حضراتكم شايفين من كرة مرتدة ارتدت من القائم اليمين أو القائم الشمال لحرس المرمى وقدر من خلال المتابعة أنه هو يحطها بعد كده هجم أو هجم لايبزج كرة عرضية أكتر من رائعة الارتفاع القوة نقطة الانتقاء والتماركز طبعا من المهاجم اللي فنش الكرة بشكل برأسية أكتر من رائعة عشان يتعدل فيها لايبزج واستمر هجوم لايبزج في بقية المباراة خطأ شديد من حرس المرمى في استقباله لتصويبة أو تزديدة تقريبا كتوصله في مكانه ولكن الحقيقة أخطأ في تقديرها وخدت إيده ودخلت الشباك عشان يكون هدف تاني للايبزج واستمر الهجوم بكرة أكتر من رائعة أسست أكتر من رائع هدف ولا أروع كرة تشيب داخلت من فوق حرس المرمى عشان تكون النتيجة بالهدف ده تلاتة واحد صالح لايبزج واحد من أفضل الفرقة في الدوري الألماني اللي بتقدم كرة جماعية ولا يعتمد على نجوم كبيرة متابعة عكسية بقى من ناحية من الباك اليمين قدر من خلالها طبعا يحط الهدف الرابع للايبزج وفي الشوت الثاني عزز لايبزج بعد انهيار طبعا الفريق المنافس نتيجة تقيلة طبعا أربعة واحد كفيرة بأنها تحبط أي فريق ولكن الحقيقة استمر لايبزج على هجومه برأسية أكتر من رائعة الكرة دي ما بتتعب شغير كده ما تتسددش غير كده ولا أروع ستة واحد نتيجة عريضة الأعرض في مسابقة البونز ليج حقاها لايبزج في منافسات الدوري الألماني نروح لكل الحقيقة عمل واحدة من أبرز المفاجآت الأسبوع ده كان بيلاعب فريق بغا ليبركوزن واستطاع كولن الحقيقة أنه يسيطر على البداية المباراة بشكل كبير جدا ويتغلب على صاحب المركز التالت في فريق في بطولة البونز ليجا بعد مين بعد بايم يونيخ وبعد بروسيا دورتمند باير ليبركوزن كل التحليلات والأراء والتوقعات كانت بتشير لفوز صاحق لباير ليبركوزن لكن الحقيقة كولن قدم مفاجأة من العريض تييل بعد طبعا إهدار فرصة رائعة أساسة أكتر من رائع مباركة عنيفة وفيها تدخلات خشنة إلى حد كبير جدا والحكم يمكن يوقف اللعبة أكتر من مرة نتيجة إصابات عدد من لعيبة الفريقين لكن في النهاية الحقيقة كل من كرة أكتر من رائعة قدر أنه زي ما أنتو حضراتكم شايفين طبعا لعيبة كتير جدا خرجت مصابة في المباراة حضور الجماهيري طبعا كامل العدد زي ما أنتو شايفين في الدوري الألماني كرة من بالسائل على أولو الحقيقة يعني من الباكة الشمال قدر يخترق دفاعات ليفركوزن ويوصل لمكان يلعب منه كرة عرضية استقبلها مهاجم كون بشكل رائع وحط فيها الهدف الوحيد في المباراة من الدوري الألماني نروح لدوري البرتغالي واحد للدوريات القوية اللي بيبقى فيها منافسة كبيرة جدا بين بورتو هدف أول بتقنية الفار حكم رجع للفار نتيجة طبعا لعبة كان مشكوك فيها لصالح بورتو وكانت ركلة الجزاء اللي سهلت الطريق أو فتحت الطريق لبورتو لفوز سهل وعريض جدا في بطولة الدوري البرتغالي بعد ما سجل الهدف قدر أنه سيطرة كاملة على المباراة وللأسف طبعا يعني تعرض فريق طانلي أو طانالة لطرد في ديئة 71 كملت سيطرة أو سهلت من سيطرة بورتو على المباراة بشكل كامل وأحرز خلال ساعتاشر دقيقة ثلاثة أهداف إضافية عشان تنتهي المباراة بنتيجة أربعة صف زي ما حضراتكم شايفين شوارع واختراق سهل جدا لدفاعات طولالا يمكن بورتو من إحراز الهدف التالت في ديئة 75 بعد أربع دقائق فقط من هدفه الثاني وفي ديئة 78 عزز بورتو بتزديدة من داخل منطقة الجزاء هدف رابع عشان يعزز من صدرته كمان للدوري البرتوغالي على حساب طبعا منافسته مع بانفكا وسبورت انجليش بونا مباراة تانية في الدوري الهولندي بين بي أس في آيندهوفن وأوترخت الحقيقة المباراة دي كانت مباراة فرص ضائعة يعني في شوطها الأول ورغم الضغط الكبير جدا اللي قام به فريق بي أس في آيندهوفن زي ما حضراتكم شايفين تقريبا الفرقتين طول الشوط الأول لغاية الديئة 45 في منطقة جزاء فرقة أوترخت ورغم كده تقلق شديد جدا لحارس مارمى فريق أوترخت نجح في انقص فرقته من هزيمة سقيلة الحقيقة وفرص مؤكدة ومن فرصة وحيدة في الديئة 47 كده أوترخت ان يعمل المفاجئة لكن حقيقة حارس بي أس في آيندهوفن انقص فرقته من هدف أكيد وبنقطة تحول في المباراة ومن هجمة الضغط دايما دايما يولد الأخطاء دي طبعا فرصة أوترخت الوحيدة في المباراة وده رد الفعل أو سوري من هجمة منظمة لفريق بي أس في آيندهوفن تمكن من خلالها انه يحرز الهدف الوحيد في الديئة 52 من عمر المباراة الضغط دايما يولد الأخطاء نروح من هولندا نرجع مع حضراتكم لألمانيا ونختم مع عرض قوي الحقيقة قدمه بروسيا دورتموند في مواجهة أرمينيا بيلفيلد اللي بيحاول طبعا يضغط بشكل كبير جدا فرصة ضائعة أسست من إيرلينج هالند لكن الحقيقة الفرصة الكرة أبت أن تدخل ألشباك في بداية المباراة وتوالد فرص بروسيا دورتموند بعد كده الحقيقة على مدار المباراة ولكن الحقيقة في النهاية بينجح إيرلينج هالند دي فرصة تانية ضائعة لبروسيا دورتموند كانت منبادري شوية وأعتقد لو منبادري أكتر كانت عملت خطورة أكبر ولكن الحقيقة تمكن إيرلينج هالند في النهاية من إحراز هدف بروسيا دورتموند الوحيد في المباراة عشان تنتهي المباراة بنتيجة واحد سفر ويحافظ دورتموند على أمله في منافسة باير ميونيخ البعيد طبعا في صدارة الترتيب في جدول البونزليجة ولكن في النهاية ما زال دورتموند بيحافظ على أماله وما زال في محاولات طبعا إهدار فرصة لكن انتهت المباراة بفوز دورتموند بنتيجة واحد سفر على أرمينيا بلفلت بعد الفاصل كلام أكتر على مصر والسنغال وكلام أكتر على الأهلي والمريخ مع نجم يمكن كان مصار جدل ومصار اهتمام جماهيل الكرة المصرية بشتى انتماءتها في فترة من الفترات سعيد عبدالعزيز نجم النادي الأهلي هيكون ضفنا في السادسة بس بعد الفاصل في يوم من الأيام بفتكر كهاز جدا كان الاسم حديث مصر كلها الكل كان بيتكلم على سعيد عبدالعزيز وبيتكلم على وجهته المقبلة ونفسة شرسة في الوقت دا كانت بين القطبين الكبيرين في الوقت دا برضو الأهلي والزبالك على ضم واحد من المواهب الوعيدة جدا في الكرة المصرية سعيد عبدالعزيز اللي انضم للنادي الأهلي وحقق معه بطولات كتير ضفنا النهاردة في السادسة نرحب بيك ونقولك بداية طبعا أهلا بيك في بيتك وعشتنا بقى لك فترة كبيرة غايب تحياتي طبعا لحضرتك سيد أحمد ومنور ومتقلق دايما المبسوط والله وسعيدنا موجود مع حضرتك النار دا شيء سعيدنا ويشرفنا بس قبل ما ادخل بالكلام هارجع معك فلاش باك للفترة دي ويمكن يعني الوسائل اللي عليهم وجماهيل الكرة في الفترة ما قبل انتقالك انت انتقلت من محلة صح كانت كلها مشغولة وكانت كلها بتتكلم الوجهة اللي جاية والصراع بين الأهلي والزمالك على ضمك تكلمني عن الفترة دي تكلمني على القرار خدتوا ازاي ومشوارك مع الأهلي شفتوا ازاي هو القصة كلها في الساهمة قصة كبيرة قوي يعني انت طبعا انت في الوقت دا كنت أنا تقريبا 16 سنة يعني كنت بالعب في الدور وانا عن 16 سنة الحمد لله كنت منتخب النشئين في الوقت دا وقديت مبارات عالية جدا وانا في السن الصغير دا فجأة انت بتلاقي أهل وزمالك بيفوضوك فعارف انت الموضوع طبعا صعب جدا يمكن الوضع مختلف يعني احنا في الوقت بتاعنا مختلف عند الوضع خالص زمان كنت أقل لمطش مثلا تلاقي الملعب كله مقفول فطبعا انت لما بتبقى محطوط تحت ضغط من صغرك دا شيء بيديك ازاي تحمل المسئولية مظبوط ففي الوقت بالنسبة لي كان صعب جدا ان انت تلاقي الأهل وزمالك في يوم بيفوضوك الأهل حاجة كبيرة جدا تيم كان عالي جدا اللي كان موجود كان مصر هو اللي ماسك في الوقت دا انا فجئت بعد المطش ان هو يعني جي وقف معاي وبيترجم لنا احنا محتاجينك وكان رشحني طبعا لكابتن محمد عمار طبعا المتشاثات المحترمة جدا طبعا رشحني طبعا لان هو كان مسافر حنزا روستو اه ترتيبا في الوقت دا فلما رشحني الامور مش يعني بدأت تمشي ان في مفوضات قصة بقى يعني هنا كان فيه ملابسات في حاجات بسيطة العقود والاهلي وكابتن سابت الله يرحمه كان جي في وقت معاين كده بطل اتصل بي فعارف ان تخلى قلق شوية جي في الوقت دا الزمالك طبعا بقى كان بيفوضني ان كان في الوقت دا كابتن حلمتولان عايز يعمل جيل المنتخب الامبي يخليه موجود في ناس الزمالك كان موجود عبداللطيف الدماني وكان موجود طريق السعيد وطرق السيد عبدالله رجب عبدالمنصف كل دول جيلك كل ده جيلي فتخيل ان الجيل ده هو عايز يجيبه كله في ناس الزمالك فالوقت اللي كابتن سابت الله ارحمه ما فوضنيش فيه انا بدأ يخد الاهل انت عارف انت طبعا يعني اي واحد يتمنى اهل الزمالك طبعا يا ضوبك انا روحت وقعت الزمالك تليفون بعدها من اللي كابتن سابت بكل احترام بكل ادب اينت عايز ستنجع ε chocolة ولا الزمالك ارحمه استطاعوا طبعا جي audit انا وقع للناد الاهلي واتحمل الغرامة لان انا اخطأت ان انا وقعت الناد الزمالك شكرة الكفالة كلها والغرامة كلها وعايز اقولك ان انا اضيت احلى ثلاثة سنوات ارحمة في القورة وفي الاحترام والمبادئ ويمكن زودتني أخلاقيا كمان يعني أنا تحطي لي حاجات كده الله أرحمه وكابتن صالح يعني قعد معي قعدة قال لي أنت لازم تتعلم يعني إيه الرجولة والرجولة أن أنت تتحمل المسؤولية بالكلمة مش شرط العقد فعرف أنت يعني أنت كان في الناد الآلي زي أقوله في التربية والتعليم فعلا فيه تربية والتعليم فترة حققت فيها بطولات أعتقد أن كل يعني ده أفريقيا حققتها بطولة دورية بطولة كاس طبعا ده العادي أي حد يخش الأهلي لازم يجب دوري وكاس وبتهالي كمان الحاجات اللي ما تتنسيش أنت من الجيل اللعب مع ماطشر يا المدريد الشهيد طبعا طبعا بصدر أحمد هو في الثلاث سنين أنت رايح نادل أهلي مش بتفكر غير في البطولة يعني أنت مش يعني أنا أنت بتيجي تقعد دلوقتي مع اللعيبة عشان تفاهمها ممكن عشان أنا السنة دي الحمد لله أنت مدير فني في مسكيما السنة دي فبتقض مع اللعيبة وبتقض مع رئيس السنة دي بتفهم يعني إيه تارجت وعايز توصل لإيه أنت النادي الأهلي داخل عارف أنت عايز تاخد بطولة اللعيب داخل عايز يلعب أنا عايز ألعب وعايز أخد بطولة ما بيتفكرش غير في كده مش هتتكلم في ماديات لأن حاجتك موجودة رئيس نادي محترم جامهير محترم لو أنت بتكلم عن نادي القرن بتكلم عن نادي الأهلي فأفضل ثلاث سنين قضيته في حياتي رأيك إيه في التكلم كرة شوية معاك ناخد رأيك في فرقة الأهلي دلوقتي الاختلاف بين الجيل ده والجيل اللي أنت كنت بتلعب فيه مع نادي الأهلي ناوة الاختلاف في الصحمة كل يعني أنت بتكلم الكرة تغيرت كتير كتير أولاً إحنا يمكن في الوقت ده الناس كتير دايماً حتى أهلوية يعني كما على الهوية يعني ما يهمناتش العراء التانية دائماً يحب يقارن ويقول لك الجيل ده أحسن من الجيل ده المدير الفني ده والمدير الفني ده فأحسن الحد دلوقتي كنا نتكلم على مستر مانو الجوزي يعني الحد دلوقتي محدش يقدر ينسي صح طبعاً الشخصية قوية جداً برا الملعب يعني كويسة جداً يعني تغييراته أول أهلي جاء بمدربين يعني محدش يعني ممكن ممكن عشان جيل الوقتي اللي بيشجع مش بس الأهلي تسوبل هولمان جيب فترة مفترات برضو يعني الأهلي طول عمره الحقيقة بيجيب مدربين مدربين كبار يعني أنا يمكن يعني مش هدر أفضلهم لكن جوزي هو اللي غير طريقة اللعب يعني أنت ناس كلها كابتعب 3-5-20 فالفترة اللي روحنا فيها بس عشان ما ننساش برضو حد يقول إزاي تنسى هيدكوتي أنا مشوفتوش يعني أسمع أن واحد من أساطير التدريب في الأهلي بس يعني كناس بتقول هيدكوتي طبعا واحد من أساطير التدريب في الأهلي هو اللي غير طريقة اللعب فأنت عارف أنت لما يبقى لك سيستم معين 3-5-20 يغير على 4-4-20 ويعلمك إزاي الشق الدفاع والشق الهجومي طبعا كانش هو لا حد في مصر يعني يعرف الطريقة دي وكان بدايتها ماتش ريال مدريد فأنت بتطبق طريقة جديدة وفكرة جديدة ولعيبة جديدة مع فرقة يعني أنت بتكلم على نجوم العالم فيجو زيدان روبرتو كارلوس راول جونزاليس هيرو مكمنة من جيرمي مين كان بلعب عندك في الحتة كان فيجو كان هو في الوقت لويس فيجو طبعا في الوقت هذا كان أغلى العيد في العالم طبعا وكان وراه الباكريت جايب قصة شبه قصتك برضو يعني يعني شوية يعني مهارب وكان الباكريت كان هو كابتن المنتخب الكاميروني اللي هو جيرمي يعني حاجة جابها تقيلة جدا جابها تقيلة أنت وانت نازل الملعب والملعب مليان كده وبتلعب ريال مادريد بالجالاكتيكوس يعني تتكلم على منتخب العالم في الوقت ده صحيح كان أحسسك ايه ومشاعرك ايه وكنت حاسس ان نحن 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 نكسب ولا نحن نحن نلعب مباراة يعني يعني تبسط جمهور الاهلي وخلاص يعني مش مطالبين بالنتيجة لا بالحكس يعني الراجل وصل لنا ونحن في البرتغال أنت كل ما بتعمل إنجاز بتحسبلك النادي الأهلي ده عمل المطش ده كأنه بطولة وفعلا تحسب كأنه بطولة انت بتلاعب ندي كبير بتلاعب نجوم يعني يعني احنا دلوقتي بنقول ميسي نقول امبابي يعني بنجيب اسماء كده من بعيد لكن انت بتكلم على جيل متكامل الساحمد كله نجوم فالمطش طبعا محسوب الملعب مقفول احنا في الأول تقريبا أول عشر دائق كده مش كورة في التسخيم ويفنا نتفرق بس على زدان وكرس والله ايدي حقيقة تقريبا من على التمنتاشر بيحطوا كورة في الآي من فوق في تحيير الجمهور كله بيتابع مثلا ده يحط واحدة وده يحط واحدة فانت يعني إيه التركيز وإيه السهولة والبرستي لا بتلاعب ناس على أعلى مستوى فانت دخلنا في المباراة بسرعية انت كنا محضرين بشكل كويس محفظنا يعني حتى هو مستر مانول بيقول لي فيجوك انت عارف انه عنده ممكن يعمل مثلا بتاع حوالي 7-8 سيزر في دقيقة فيقول لي انت لازم يعنيك على قورة مش رجلك على رجل اللعيب لان هو سريع جدا في الحركة دي لازم فبيحفظ اللعيبة فمطش المطشات اللي عمرت طبعا بالمناسبة خليني اسألك بما انك لعبت أهلي ولعبت منتخب مصر والمنتخب عنده مطش مهم جدا قدام السنغال شايف ازاي فرص منتخب المصري في تجاوز السنغال والوصول لكاس العالم والله مطش صعب يعني انا شايف ان احنا يعني مطشين سيبق صعب علينا جدا لكن وهي على فكرة بانت من النهائي ان احنا باللعب فرقة محترمة قوي فرقة منظمة قوي فرقة عندها ثبات فعالي مش طبيعي حتى يمكن فيه لقطتين كده انا مش بقدر نساهم لقطة شريف هو خارج وهو بعاية اللعيبة تلمت حواليه ولقطة مانيب بعد ما ضاع دربة الجزاء وان هو ولعك انه ضاع دربة الجزاء يعني المصمم ان يكسب ففرق السنغال فرقة تقيلة فرقة منظمة كارلوس كيروش قادر على خلالة مصر او الوصول بمصر لكاس العالم من وجهة نظرك دي بترجع لتوفيق ربنا سم حالة لعبتنا لان احنا اللعيبة عندنا بقت مجهدة يعني اللعيبة عندنا مجهدة بشكل مش طبيعي اولا يعني ده بقى عضل وزهني تشكلك مش متفائل والله مش موضوع متفائل والله صح مد مطشين يخده يعني مطشين يخده اصلا انت مطشين ايوصلك حلمي تاني خالص احنا قلنا الحمدلله الاهلي ثالث عالم بنشارك في افريقيا الزمالك فاجينا بالخروج الاهلي مطشين خسارة وربعض ضغوط في ضغوط على اللعيبة الفترة دي لكن وانت هتلاع فرقة مستهلة فهقولك متفائل هتحك عليك لكن توفيق ربنا وحالة لعبتك في المباراة بس نقدر لا نقدر نقدر بس لازم ان شاء الله من هنا طيب والاهلي والاهلي في دولة الابطال لا ان شاء الله هنعدي ونفوز المطشين ان شاء الله ان شاء الله شايف مطش المريخ ازاي اولا احنا بس يعني انا اريد ان ارجع بس حتة ظاهرة قليلا اوه اوه اريد ان ارجع حتة الاعلام قليلا وبالذات اللي هو انا اسف اليوتيوب والفيسبوك والسوشال ميديا اوه اوه انا دخلت بظروفها بس مع الناس يتكلمون عن العيبة بطريقة يبدأوا يتكلمون عن العيبة بطريقة لكن ليس القاعدة ليس الاغلبية ليس الاغلبية لازم يبقى موجودة ليس ممكن توحد الجمهور لا يتطفق على شيء طب وليس ما نبقاش عندنا ثقافة زي الناس بره بعد الناس ما بتخلص المباراة كذبان خسران بيروح شجعهم انت دلوقتي انا بتكلم على لعيبة الناد الاهلي انا بتكلم على اللي خصني الناد الاهلي انا خسران مطشين هل احنا عايشين مع اللعيبة دي مش عايشين مع اللعيبة خد بقى دي مشكلة كبيرة جدا فرضتها علينا الظروف الجمهور اللي كان بيبقى موجود في المدرجات وبيعبر عن رأيه انت لعب تبقى ملعب وفيه مئة ألف اللعيبة دي بقى لها مظلومة على فكرة اللعيبة مظلومة انها اتحرمت من اهم ورقة يحتاجها لعيب في فريق بطولة انه المدرجات تبقى مليانة وخصوصا في الوقت الصعبة وارد جدا يعني احنا بشوفنا الاهلي في مثلا في كاس العالم وكان الجمهور انا بشوف ان الجمهور كان ليه دور كبير جدا بالذات في ماتش مثلا زي مونتراي كل الظروف ضدك وكل الظروف صعبة والجمهور قدر يلعب الدور فاللعيبة دي بصراحة مظلومة وعشان كده يقول اللعيبة ما تدوش ودنكم ما تسلموش نفسكم للسوشال ميديا يعني دي دايلاما هم عايشين هاتفردت عليهم غصبا عنهم يعني احنا حتى يمكن قريب شوفناهم حتى في ماتش برامة رغم العدد كالقليل ادو روح لللعيبة على فكرة الملعب ده جزء كبير جدا من المنظومة الجمهور يعني بتكلم عن المنظومة كاملة هو جزء من المنظومة ده امتع جزء في المنظومة الجمهور فما بالك انه مش موجود زمان يعني لما بيحصل مقارنة انا كنت بسألك على الفرق بين الاجيال كان دايما بيتقال انه كرة زمان كانت المهارة فيها واضحة وانه لما تبص مثلا لجيل من اللعيبة ممكن تطلع عشر اخمساشر موهبة يعني فلاتات النهاردة بيقولوا ان الموهبة بقت عملة نادرة سبب ده بشكل من الاشكال ولا كمان الكرة تغيرت بتعتمز على السرعة والقوة اكتر من فكرة المهارة هاخد الحتة الاخيرة بتاع حضرتك الكرة الوقتي بقى فيها سرعة وقوة سرعة وقوة لكن فيه فروق فردية يعني اللعيبة خاصة في الاطراف يعني انت بتتكلم على الاجزاء ان اقول مثلا الاثنين مدافعين والبكين البكين بمميزين حسب الطريقة لكن الترفين والفرود هي دي بقى العملة الندرة والعملة الندرة بتظهر اكتر مع جمهور ايه فانا شايف ان دلوقتي القوة والسرعة هي الاساس الظاهرين مركزين فيهم مشاكل عندنا في مصر اوه صراح اوه لو قلت لك تختار لي افضل خمسة مثلا يعني هنجيب جديد وقديم ماشي يعني هنقول من القديم هنقول مثلا عبد الشافي معلول هنقول يا ربي جداد بقى فتوح ايه عبد الشافي انت بالترتيب اوه اوه لا انا بالترتيب معلول فتح احمد محمود حمدي محمود حمدي فتوح عبد الشافي بخبرته طبعا لكن هنالك خمسة لا انا بجيب لك وافضل خمس مهاجمين بما انك بتقول المهاجمين ده من العملة الندرة اه فيه طبعا محمد شريف مروان حمدي سموحة احمد عاطف فيوتشر فيه اوفا 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 معاك شوية اروح معاك للدرجة التانية عايز اسألك لانه العالم ده يمكن يكون منسي او مسلط عليه الضوء بشكل كبير رغم انه ممكن يكون فيه حاجات تفيد الكورلة مصرية او فيه مشاكل كتيرة كمان محتاجين نتكلم عليها بس هتسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمينا النهاردة كابتن سعيد عبد العزيز طيب نرجع بقى للمنافسة المحلية هتكلم الحقيقة كابتن سعيد طبعا بما ان واحد من النجوم النادي الاهلي سابقين على المنافسة في الدوري السندي شكلها ايه وهتكلم معه شوية بصفة بقى مدرب على فكرة الدوري الدرجة التانية اللي يمكن اضواء مش متركزة عليه بشكل كبير بداية خلينا نبتدي بالدوري الممتاز رأيك في اول نسخة بتقدمها ربطة الاندية السندي والله انا شايف ان الحمد لله السندي الدوري ماشي بشكل كويس قوي الفرق الموجودة يعني تقريبا في الحتة الفنية قريبين من بعد شوية بالسلسنة طبعا لو هنبدأ نفس نقول اهلي زمالك هتحط الاهلي زمالك في وضم معهم بيرامدس طبعا وفي يوتشار عاملين فرقة كويسة جدا على ماهر معظم الاندية اللي بتقدي بعد كده انا شايف ان ادوهم تقريبا كله مشابه يعني مقولين العرب زي المصري حتى الاتحاد لو لو وجود حسام حسن بعصبيته وشدته مش هتلاه الاتحاد بالشكل ده هو المفاجئة بالنسبة لنا الاتحاد الاسماعيلي اللي بقىنا تقريبا 3-4 سنين مفيش تغيير كل سنة مش ده الاسماعيلي مش ده القمشة اللي موجودة في الاسماعيلي عشان كده احنا بلايه ترتيب متأخر اوه عنده فرصة في انه يحفظ على بقاءه في الدولي الممتاز ولا تتوقع ان اسماعيلي هيعملوا فجأة وفجأة سيئة طبعا للجماهيره وينزل السنة انا مش متخيل للدور اللي عامل غير الاسماعيلي تمنى طبعا ان هو ولا انا متخيل طبعا لا يعني صعب الاسماعيلي وكل الاندية الجماهيري بذات الاسماعيلي طبعا تاريخ كبير وواحد من الاندية اللي كانت في يوم الايام بتنافس ويوم الايام بتحقق القابع على مصطفى اول نادي مصري يحقق بطولة دوري ابطال افريقيا او بطولة دوري الابطال في تاريخ الكرة المصرية فينزل درجة تانية دي فكرة صعبة انا شايف ان حمد والله بيحاول لكن احنا كنا بنتكلم حتى هي المشكلة في الموديل الفني من وجهة نظرك والله والفترة اللي يجي فيها كابتن اهاب يعني الى حد ما عداهم المرحلة للخطر لكن طب انا ما تعلمتش ليه من الخطر بتاعي ده ان انا اجيب بقى لعيبة اجدد لعيبة نادي اسماعيل يا جماعي مفروض ان انا اجيب لعيبة اذا ما كنا بنتفرج وزيما انا سستح من دولك انا بلع في الاهلي كنت بس انا واتشد اسماعيلي عشان اتفرج على قتائك زمان لكن انا بتاعيلي فيه فرق قريبة يعني انا عشان بس ما حدش يزعل مني فيه المحلة لسه قريبة عندك المصري قريب في المستويات قريبين مش بعيد عندك المقولين العرب نفسه اصلا اسود النسخة الدولي السنادي السنادي فيوتشر يعني علم اهر عامل فرق كويس قوي عندهم لعيب مميز جدا احمد عاطف عجبني المهاجم ودي دجلة اعتقد جابينو ولد صغير اتمنى ويعني كنت اتمنى انضمامه مستر كالوس كيروش يحط عينه عليه هو اعتقد من المدني الاسماء اللي لفتت الانظار يعني خاصة يختار وما يختاروش انتعرف الرجل اختياراته في الحدود غريبة شوية بس لازم عنصر زي دايب ام 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 لان احنا حتى والساندي احنا موجودين في كاس الامم نلعب نفس السيستم بتاعنا بندفع كويس قوي نعتمد على سراعات محمد صلاح شوية تريزي جي شوية فنحن لازم عندنا عنصر السرعة لان احنا نلعب فرقة منظمة قوي فرقة تقيلة جدا فرقة عندها هزابات مفعالة في الملعب فرقة بتعرف تحافظ على كورة كويس قوي فمحتاجين سرعة طيب لو سألتك على دوري الدرجة التانية بداية اكلمك على نظام البطولة اللي انا اعرفه انه 48 فريق اعتقد 16 فريق في كل مجموعة كنت اعتقد ان هم متقسمين جغرافيا بس انت بتقول لي لا مش صحيح تقسمين وبيتقاهل منهم فريق واحد هل شايف انه النظام المسابئة بالشكل ده بيفرز الافضل للتقاهل الدولي الممتاز لا طبعا مش الافضل الحمد لله يعني سعت فريقين مع كابت محمد صلاح منهم زد لكابت اف سي مصر ونجوم المستقبل وما كنتش الافضل وما كنتش الافضل ما كنتش الافضل انت معاك منافسين وستحمد كثير في المجموعة يعني احنا السنة اللي فاتت دي ونحن مسكين القناة السنة اللابل اللي فاتت ونحن في القناة كنا بنفس احنا وكوكاكولا الأفضل في السنة دي كان بورتو كان هو اللي ماشي الأول طول الموسم تمام فبقى كوكاكولا صعد يعني كنا احنا ثلاثة بالنافس والأفضل فينا مش هول صعد الفرقة اللي عندها امكانيات وعندها زي ما نقول دكة كويسة على فكرة هو نفس النظام اللي بيتعامل فوق في الدورة العام هو هو تحت وإن كان تحت أسوأ شوية في الملاعب بتنظيم شوية في التحكيم مجموعة زي مجموعة الصعيد دي سفر المسافات طويلة جدا فتعمل إرهاق على اللعيبة حلسا بنكلم على هل في نظام تاني شايفه يعني يعني يخدم يعالج المشاكل اللي بتواجهها أندية انت بتتكلم على عدد كبير من الأندية 48 نادي بيتنفسه على ثلاث مراكز هل شايف انه في نظام تاني يقلل من المشاكل والمعاناة اللي بتعنيها الأندية اللي بتشارك في دولة درجة تانية وفي نفس الوقت فعنده فرصة للتأهل في الدوري الممتاز ما هو لهم لو طبقوا النظام الجديد ده يبقى كويس كل مجموعة تبقى فيها سبعة وثمانية ثمان فرق في كل مجموعة دولهم دوري من باقي كله ليه دوري تاني حسب ما هم بيصنفوه تبقى حاجة كويسة لان في الوقت ده اللي هيبقى موجود في السبعة وثمان أندية وثمان الموجودين هم دي الأندية اللي معان فلوس يعني حضر تبص على مجموعة القاهرة هتلاقي داخلية وقناة أنا على مجموعة الأولمبي موجودة لقام أولمبي موجودة حرس الحدود موجودة البلدية موجودة تنغازل المحلة موجودة طنطا موجودة لا في أندية فلوس لو انت بدأت تتعزن الفرقة أنا فكرا الأولمبي ده الزمان والله هم أول دلوقتي متصدرين بفرق تقريبا عن الحرس ثلاثة بونت ايه وإن كان ده بتهيقى احمد الكاس احمد ساري وإن شاحمد ساري بدايته كان أولمبي بردو وكان هو الحد أخر مدري فاني إسلام الشاطر بداياته أوليمبي برضو طبعا وريعه صح؟ يعني لعبة كبيرة جدا ولعبة كلها دولي وليها إنجازات كبيرة كيف يرجع؟ بقاله كم سنة بعيدة عن بقاله كثير الأندية الجمهرية دي برضو بتنزل منصورة راح فين السنة راح فين القناة صح ولا إيه؟ والله كل الأندية دي موجودة بس مع شك أدن بقول حضرتك الأندية اللي فيها إمكانات أكتر هي اللي بتسعد إمكانات أكتر السنة دي الأولومبي ليه الأولوية إن شاء الله في الصعود؟ طبعا أسألك سؤال سؤالين الحقيقة ليه علاقة بالموضوع الإمكانيات ده ليه الأندية المرتبطة بشركات أو برجال أعمال أو بهيئات قادرة تنجح اقتصاديا وبالتالي تبقى موجودة في المشهد والأندية الجمهرية اللي مفترض أنها تكون مهمتها أسهل في أن يبقى عندها موارد مادية يعني جزء كبير جدا من نجاح الأهل اقتصاديا هي القعدة الشعبية والجماهرية اللي موجودة عندها فإزاي أندية عندها قعدة جماهرية والشعبية مش قادرة تعالج الملف الإمكانيات المادية ما هو قصية القرى هي أنا مش هاتبقين بالحب يعني أنا عندي عندي شعبية عندها جمهور بس في الإمكانيات فانحنا بدتكلم على الشرف التي تتأهم ده حافظ للعيبة لكن اللعيب Probص العقود اللعيبة في الأندية اللي هي الجماهرية وبص في أنديات الشركات للأفغرق كبير جدا شاسع بين الاتنين فأنت بتجيب الأفضل في الشركات بتجيب الأفضل لأنه مثلاً السنة دي في كيمة إمكانات هيلة رجل يعني رئيس الشركة سيد محمد ردوان حاجة موفرة لك كل الإمكانات إنت تسعد لو بصنا القلوم بالسنة دي فيه دعم كويس حرس الحدود طبعاً دي هيئة داخلية مش عرف نتكلم عليها يا ربي من تاني أسوان درا من الأسوان ما عندهش إمكانيات لكن اللي حضرتك بتقول عليه بقى حتة الجماهيرية لكن هو بيعاني من الماديات فأنا شايف الشركات ما عندهها الإمكانيات أنها تجيب أفضل لعيبة فعشان كده دي بتبقى منافس قوي يعني الند خاصة أن الملاعب دلتهم فاش جماهير كل متساوي دلوقتي والله أنا بشوف أنه لو عملنا دمج يعني وابتدت الناس في مصر تبص الموضوع بشكل مختلف وأنه رجال أعمال بدل ما يستثمروا في نادي مش معروف أو ملوش ظاهير جماهيري يحطوا الاستثمارات دي في نادي جماهيري هيحققوا مصالحهم ناحية الدعاية والماركتنج وحتى لو بيزنس في بيع وشرة لعيبة ونفس الوقت يبقى عندهم ظاهير جماهيري يقدر يساعد فرقاتهم ناحية النقطة التانية بقى ليه الدوري الدرجة التانية رغم وجود عدد كبير من الأندية اللي ليها تاريخ وشعبية وجماهيرية وإمكانيات مادية ببنشوفش أنها بقيت تفرز عناصر نجوم يلعبوا في دوري الدرجة أو دوري الممتاز يعني بقيت في موضة كده بقالها 3-4 مواسم أنه الفريق اللي يطلع يشتري اللعيبة اللي كانت بتلعب في الدوري الممتاز والفرق اللي بتنزل بتاخد اللعيبة اللي كانت بتلعب في الدوري الدرجة يقولها عشان يطلعوها الدوري الممتاز بقانيش نشوف كل شوية على فكرة نجوم كثيرة جدا طلعوا من دوري الدرجة التانية وبقى نجوم كبار جدا في الدوري الممتاز ويعني إلى حد ما أستاذ أحمد يعني موجودين حتى في المحلة ممكن نلاقي بعد الفرقة ما صعدت فيه كزا لعيب منهم موجود عبد ويحيا مميز جدا فرق ومحافظة عشان احنا مسكنا فرق وفترة محافظة تقريبا على 6 أو 7 لعيب الموجودين لكن مش هما القوام الأساسي لأنه أنا لما الفرقة بتصعد الشكل بتغير بيعايز يقعد في الدوري فبيضطر يجيب لعيبة بيشتري احنا بينا كمان مش بنشتري من بعض مصر بينا بنجيب لعيبة من بره معظمهم مثلا تونسة مغربة أفارق كتير جدا موجودين في مصر حدرك بتكلم على استثمار واحد بدل ما أنا هدفع في مكان لوحدي زي مثلا نهدي مثلا بفرقة مثلا المجدة أو المصري للسلوم مع واحد يشتريها طيب أنا ممكن نروح في مكان زي مثلا البلدية نادي جماهيري القلوم بنادي جماهيري هستثمر أكتر هيخشي له الجمهور أكتر القصة مختلفة هكذا هو على فكرة المنظومة واحدة لو أنت مشتها هتمشها من الأول إمكانيات لعيبة قد اللعيبة ثقة أنها تقدر تشارك في الدورة اللعيبة بس والمدربين كمان والله المدربين كمان محتاجين ثقة السنة دي والسنة اللي فاتت ابتدا نشوف جيل جديد يدخل في الدرجة الأور ممتاز يعني ابتدا نشوف ردش حياتها بياخد فرصة كاملة موسم واثنين ابتدا نشوف علي مهر مثلا من الولادة اللي طلعوا أو الشباب اللي طلعوا برضو بيقدموا حاجة كويسة مجدي عبدالعاطي مع عفاركو رغم أنه مشوه لكن الحقيقة بطلخهم من تحت ما عرفش بيقوله من تحت دايب ومجدي سعد قصوان كمان ومجدي سعد بقصوان قبل كده واخدين فرصتهم كاملة واخدين دعم فيه مش بس من الأندية من اتحاد الكورة ومن ربطة الأندية مساعدات تطوير كوادر تدريب معايشة برا احنا بنفتقد كل ده على فكرة ما فيش ولا حاجة من ده ولا من حاجات دي وبلغك انت الكورة في مصر نتائج احنا بص احنا يعني بلاش نقيس الكلام ده على الدرجة التانية والدور العام هنقيسه عن نادل أهلي احنا حكسبنا مطشين المريخ وبرامس طلعنا مصر المسلماني جورديولا اخ صرنا مطشين ورا بعض الراجل لقيا الراجل مش مقادي فانت بتنسى الحاجات دي انا شايف ان المدرب مضغوط في مصر طول ما انت مش يعني مش مقامل نفسك صح او انت مجلس ادارة في ظهرك المدرب بيبقى فيه ألأ يعني انت انا كمدير فني محتاج ايه محتاج ان انا قاعد مع رئيس النادي قبل الموسم بعرف الترجل بتاعي ايه انا وصلت لحد فين اللعيبة انا كنت بتكلم من شوية كده محد يعني يعرفه بتكلم على سيموني لما مسك اتليتكو الموضوع مش موضوع اكورة بس ده موضوع استثمار يعني انا بجيب لعيبة كمان هاستثمر وعايز ايه الراجل صبر عليه وعمل او معا عقد تقريبا خمس سنين في السنة الثالثة تقريبا خادر دوري صحي كده صحيح يعني هو مشروع كبير ويبقى لنا كلام بتأكيد فيه حاجات كتير جدا يهمنا ان نتكلم معاك فيها انت شرفتنا ووطير الصعداء بظهورك مرة دانية على شاشة الاهلي بشكرك شكرا جزيلا نجمينا النهاردة كابتن سعيد عبد العزيز وعلى وعد ان شاء الله يكون لها لقاء تاني بإذن الله بشكر حضراتكم على متابعة وعلى كل خير نتقابل بكرا ان شاء الله في نفس المعاد السادسة تحياتي لحضراتكم